ولكن هنا السؤال اللي ممكن الجماهير تطرحه انت بتتكلم عن منتيري وجعيب لأرقام منتيري وليكسبوك تتجول وانت في مشكلة واقعين فيها وهي تداخل مباراة كأس العالم الاندية مع مباريات كأس الأمم الأفريقية يعني لو استعرضنا مباريات نصف نهائي ونهائي كأس الأمم الأفريقية هتلاقي مباراة 3 فبراير ومباراة 6 فبراير اللي هي مباراة النهائي وانت محدد مباراة الأهلي أو الفيفا حد مباراة الأهلي ومنتيري 5 فبراير طب هنعمل ايه لو المباراة أو البطولة دي اتلعبت مبدأيا هو الموضوع كان غريب جدا من الفيفا وفكرة اقتراح التوقيت ده وخاصة الأغرب كمان من وجه نظري هو موقف الكاف أو موقف أولا الاتحاد المصري ثم موقف الكاف لأن المفترض انت ككاف تدافع عن فكرة بطولتك الأولى وهي بطولة دوري الأبطال وتتكلم كمان أو تدافع عن فريق بطل هيكون عنده عناصر احنا عندنا حوالي من 9 لعشرة لعبين هيكونوا متواجدين في المنتخبات المختلفة ممكن 6-7 لعبين منتخب مصر ممكن لعيب المنتخب المغربي التونسي المالي فبالتالي احنا هنا في عناصر أساسية مش هتكون موجودة فالمفترض انت ككاف تدافع عن حقوق بطل بطولتك وهو النادي الأهلي لأن ده هيبة القرى الأفريقية أتوقع كان الفيفا عمره ما يعمل حاجة زي كده لو تعرضت معايد زي دي مع بطولات أوروبية أو بطولة أسيا لكن ده حصل وإن كان هيخدنا لسكة تانية خالص وهي المؤشرات هل بطولة أمم أفريقيا هتتلاعب في معايدها؟ يعني من أسبوع تقريبا وزير الرياضة الكاميروني أعلن ان افتتاح الملعب الأوليمبي اللي هو هيكون ملعب الافتتاح يوم 3 ديسمبر النهاردة 4 ديسمبر بيصدر بيان من وزارة الرياضة في الكاميرون إن الملعب تم تأجيل تسليمه لللجنة المنظمة لأمم أفريقيا 2022 ولم يتم تحديد موعد هنا السؤال هل ده مؤشر لفكرة تأجيل بطولة أمم أفريقيا؟ هتجيب عنه الأيام خاصة كمان وإن فيه دهود كبيرة جدا من أندية أوروبا وأندية البريمير ليج على فكرة اللاعبين اللي هيتم إنهم يلعبوا في بطولة أمم أفريقيا ومش هيستفيد منهم الفريق وأنا هنا فريق زي ليبر بول مثلا عندي ساديو مانيه عندي محمد صلاح تشيلسي عندي حكيم زياش عندي مندي ففيه لعبين كتير غير الدوري الأسباني الفرنسي فيه لعيبة كتير جدا هيشاركوا فبالتالي الفرق دي بتضغط بشكل أو بآخر لفكرة تأجيل بطولة أمم أفريقيا للصيف ده اللي نشوفه مع الأيام وإن كنت أتوقع بنسبة كبيرة هيتم تأجيل أمم أفريقيا المحاولات مستمرة اجتمعت النهاردة رابطة الأندية الأوروبية بقيادة نصر الخليفي واتكلمت وأبدت مخاوفها يعني كمان من إقامة البطولة في الكاميرون في ظل متحورات كورونا اللي بتتجدد وقالوا إنه هم مش ضمنين سلامة اللاعبين كل ده بيخلينا نروح لفكرة زي ما قلنا ليفربول مثلا عندك لعبين وشوفنا السجال اللي حصل ما بين كلوب ومدرب السنغال ليفربول يا جماعة مثلا في الفترة بتاعت كاس أمم أفريقيا عنده مباراتين مهمين جدا عنده في 15 يناير مع بريندفورد وعنده 23 يناير مع كريستيا البلس وين كتير جدا حتى من المراهنات اللي موجودة في أوروبا بتتكلم إن ليفربول قد يفقد نقاط في هذه الجوالات كمان هيبقى راجع من كاس الأمم اللي هتوبقى من 9 يناير ل 6 فبراير هيبقى عنده يوم 9 مواجهة مهمة مع ليستر سيتي كمان ده هيقصر فأنت بتتكلم يعني ببساطة ده لوبى أكبر بكتير جدا من الفكرة دي ولكن بعيدا بقى عن الترتيبات خلينا نتكلم في المعايير المعلنة هل بطولة زي كاس الأمم الأفريقية لو بدلها كاس الأمم الأوروبية هل كان للاتحاد الدولي إنه هو يعمل ده ولا هي فكرة الفير بلاي مجرد شعار بس بيرفع الفيفا وفي وقت كتير جدا من الأرض ما بيكونش مطبق كمان أنا دايما مش سعيد بفكرة إنه إحنا رايحين كس العالم اللي عنده أبطال قرار كل واحد بطل قرته ولكن بتيجي تلاقي بلمراس من السيمي فاينال بيلعب وبتيجي تلاقي بطل أوروبا من السيمي فاينال بيلعب برضو دي علامات استفهام في النهاية أعتقد البعض كمان بيوجه سؤال للنادي الأهلي وجمهور الأهلي وهي فكرة مشاركة منتخب مصر كأنها في مقابل مشاركة الأهلي في كاس عام الأندية ما ينفعش نادي الأهلي نادي وطني إحنا طول عمرنا بنقول إن إنجازات المنتخب على مر تاريخه كان لعب النادي الأهلي لهم دور هو الأكبر فيها والنصيب الأكبر فيها فما ينفعش حد يقول لنا السؤال ده ده مهم وده مهم كمان النادي الأهلي مش بيمثل مصر بس بيمثل أفريقيا كلها فعشان كده هو السؤال إزاي نساعد الاتنين إن هما يحققوا أهدافهم مش كأن الموضوع منتخب مصر في مواجهة النادي الأهلي اللي بيصيغ الأمور بالشكل ده هو لا خايف على مصلحة منتخب مصر ولا خايف على مصلحة النادي الأهلي وعشان كده إدارة النادي الأهلي كان لها دور مهم جدا خطبت الاتحاد المصري والاتحادين الأفريقي والدولي لحل أزمة كاس العالم للأندية واتكلمت إن المنتخب الوطني بيضم من سبع لتسع العيبة من الأهلي بخلاف عدد من المحترفين في أندية أخرى خلال كاس الأمم وإن ده بيخل بمعايير التنافسية نتمنى إن يتم النظر للموضوع وفقا لقواعد الفير بلي يكون متطبق وبجد بالتأكيد حرص يعني النادي الأهلي واضح جدا إنه هو بيعلي من شأن مصلحة المنتخب الوطني المصري وده شيء طبيعي يعني لا يقبل المساومة ولا حتى يقبل الجدال أو النقاش فيه وأعتقد الموضوع هيتم حله بشكل أو بآخر ولكن في النهاية الكاف المفترض يدافع عن بطولاته ويدافع عن ممثليه أمام الفيفا ونتمنى إنه ينتصر لهذه القضايا النادي الأهلي خد الإجراء الطبيعي جدا من الاتحاد المصري شكوى والاتحاد الأفريقي اللي وضع أو يعني حل مشكلة هذا التعرض لكن بنتكلم في الشهر وربطة الأندية ونجوم الشهر وطبعا كان التصويت أو بالاختيار بأراء الجماهير ولكن هم حطين قاعدة أن أنت متدرش تختار أكتر من ثلاث لعبين لكل فريق حكذا زي الفانتاسي فعايزين نستعرض فريق الشهر من قبل رابطة الأندية لأن تم اختيار ثلاث لعبين من النادي الأهلي وهم علي معلول وأليو ديانج وبرسيتاو بالتأكيد لو فيهم ساحة للاختيار أكتر من ثلاث لعبين أعتقد كان فيه نجوم كتير ممكن يتم وضعهم أكرم توفيق قدم يعني شهر ممتاز جدا عمر السلية يعني أعتقد حسين الشحات في الوقت اللي لعب فيه ولعبه أساسي أعتقد كان ممكن يكون أكتر من لعب موجودين في فريق الشهر ولكن رابط الأندية حتى اشتراط ثلاث لعبين فقط لغير فكان الثلاث لعبين هم بيرسيتاو وأليو ديانج وعلي معلول وده كمان ثلاثة محترفين وده بياخدنا لنقطة مهمة جدا فاكرة لما يكون الكواليتي بتاع اللعبين المحترفين عندك عالي أكيد هتقدم مستويات قوية جدا انتظرونا وهو تروحوا لأي مكان بعد الفاصل إن شاء الله